السادة موثل موثل منابئة إعلامية أيها الحضور الكريم بعد أن أتونتها بالشكر السيد لرئيسة وأعظام الجماعي المحبس وكل المستهيمين في إنجاح هذا اللقاء فإنه يطيب لي في هذه البداية ورح يبثل في هذه البقعة الظاهرة من وطن الحبيبة التي طحن أجيها بأغارب والبثيس والشميع فيها إبراد وها هي اليوم نواكب مسار التنمية الاجتماعي والقتصادي التي أطلقها سيد المنصر بالله الصاحب جلال المدى محمد صلى الله عليه وسلم وأي يدان لتكادم زاعم الخصوم وحدثنا الترابية وتنظيم نصبها من الأوراش الكبرى التي ينخرج فيها بلادنا نحو التنمية البشرية الحاطية لها وما تنظيم هذا اللقاء التواصل حول التعليم الحماية الاجتماعية إلا دل على ذلك سيداتي سادتي لقد انتجت جاد كلموادون تجارب راعدة في مجال الصناعة التقليدية رافل واليها الصانع والصناع الجهة وعطت نموذج في التثمين لمنتجات محلية وكذب إبداع والتعلق بالصناع المحلي وأهمية صناعة التقليدية ترافع التقليدية لقاليم الجهة وأدت محاربة بقالة وتعريض المجتمع بإضافة إلى دولة هذا القطع وعنش في هذا القطع على صغيرة بلادنا وتنموعة وفتح قويتها الحضارية انسجاماً مع هذه الأبعاد المختلفة والنفة التي نظاركم السيدة والسادات الكلمة إن المركز قطع الصناعة التقليدية في النسيج القتصادي المحلي وهميته بالتسويق والتثمين مقدرة المتحدة ما يفرض ضرورة الاستثمار في هذا القطع ودع حسين وضعية خلفيين والسرعة التقليدية أباق الشركاء والعين المناسبة الشركية فإننا نقتل هذه الفصلة نعبر عن استعداد التفاعل والانخراج بكل ما يمكن أن يخدم المصالح هذه الفعال التي تهضي برعاية الملكي السامية بيشكل يومها بالجماعة الطالبية الأحبة المناسبة توقف على ما تم خيهم به من وزنة الطعوة التجيعة في عبد حيرابين مكافة والتجاوب مع متطالبية والنهوض بقها صاحب جلالة محمد سيدنا صلى الله والذي شكوا مشروعاً مجتمعياً راعداً نرسق مضام الدولة الاجتماعية وما انخرج الغرفة في خلق التعبير الشاملة حول هذا البرج المجتمعي الكبير إلا دارين على دزامنا وتجنبنا خلف قائد الأمة من أجل المجاح المائية الاجتماعية وتعميمها لتحسن وضعي الاجتماعي العوص وفي هذا الإطار يأتي تنظيمنا لهذا اللقاء التواصل والتحسيس لفعل الشريحة الصانعات والصناعة التقليلية لجماعة التحدث وتوجه للسلسل من اللقاءة لتخالبها الغرفة عبر جماعات ترابية السيد العامل المكلف بالمنسقية الوطنية المباطرة الوطنية التنية السيد عامل أقليم أسزار السيد كورونا المعجور قائد شيف قطاع المحبس السيد رئيس المجلس الأقليمي لأسزار السيد رئيس المجلس العلمي لأسزار برلماني ومستشاري جهة المي مهدنون السادة رؤساء المجالس السرابية للأقليم أعيان ومنسخه القباري الصحراوية السادة رؤساء المصاري الأقليمية والجهوية ممثلية عالية ممثلية إطلاق المرحلة الثالثة من النبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسرسيز مكاسبها وإعادة سوجي برامجها للنموض بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئاس في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من النبادرة المتحدة